هذه هي الحلقة السادسة والأربعون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة الرسالة التي بين يدي من العراق وتحديداً من الديوانية تشتمل على سؤالين وهما سؤالان مهمان السؤال الأول هل أهل البيت صلوات الله عليهم لا يقدرون أن يصفوا ذات الله تعالى؟ وإذا كانوا كذلك فهل يعتبر هذا نقص فيهم؟ هم قالوا بنا يعرف الله ولولانا ما عبد الله فهل هذه المعرفة تكون لنا وبحسبنا؟ وما طبيعتها؟ وما هي معرفة الأئمة لله بحسبهم؟ وعلى أساس ذلك هل بإمكانهم أن يصفوا ذات الله تعالى؟ وكيف نفهم العبارة التي وردت في دعاء الصباح؟ وهو دعاء مروي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكيف نفهم العبارة التي وردت في دعاء الصباح؟ الذي يقول يا من دل على ذاته بذاته أليس نحن نعرف الله بصفاته؟ وقطعاً تلك المعرفة من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين لكن الأئمة بحسبهم هل تقصدهم هذه العبارة بالدعاء؟ وكيف نفهمها؟ وإذا كانوا يستجلون على الله بذات الله فهل يتنافى ذلك مع ما تقدم من السؤال من أنهم لا يقدرون على وصف ذات الله حسب المفترض؟ أما إذا كان هناك من قدرة فالأمر سيكون مختلفاً السؤال قد لا يكون دقيقاً في بعض تراكيبه اللفظية وأقول للأخ العزيز حسن الذي أرسل هذه الرسالة إنني فهمت مقصودك وماذا تريد؟ سؤال كهذا سؤال كهذا يحتاج إلى إجابة طويلة مفصلة لكنني في مقام الإيجاز سأوجز لك الجواب وأتمنى أن يكون نافعاً ومفيداً أنت تتحدث عن وصف ذات الله إذا كنت تتحدث عن اللغة فلا توجد لغة يمكن أن تصف ذات الله سبحانه وتعالى إذا كان الحديث عن لغة عن ألفاظ تتألف من حروف وهذه الحروف عبارة عن أصوات حروف تجتمع مع بعضها ويلتصق بعضها بالبعض الآخر لتكوين كلمات وكلمات تجمع مع بعضها كي تتكون الجمل وبعد ذلك ينشأ الكلام ويظهر الكلام مجموعاً في جمل جمعتها قوانين اللغة إذا كان الحديث عن لغة هذه طبيعتها وهي اللغة التي نتكلم بها ويكون التفاهم على أساس قوانينها وأساليبها فلا توجد لغة من هذا القبيل من هذا الصنف من هذا النوع قادرة على وصف ذات الله سبحانه وتعالى وإن كانت صادرة عن المعصومين عن محمد وآل محمد المشكلة في اللغة إذا كان حديثك عن وصف الله سبحانه وتعالى بهذه اللغة باللغات التي يتحدث بها الناس فلا توجد لغة على الإطلاق لا كانت في الماضي ولا هي في الحاضر ولن تكون لغة هناك في المستقبل وإلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة اللغة مهما كانت راقية حتى لو ارتقت لأن اللغة سترتقي زمن الظهور الشريف العقول ترتقي فإذا ما ارتقت العقول شيء طبيعي فإن اللغة سترتقي بارتقاء العقول لأننا في الحقيقة إذا أردنا أن نذهب في أعماق العقل الإنساني فإن العقل الإنساني يفكر بواسطة اللغة وينظم أفكاره بواسطة اللغة اللغة هي هذه التي تميز بها الإنسان وإنما تميز بها الإنسان لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتكوين العقلي للإنسان هناك اللغة الملفوظة والتي يكون التفاهم على أساسها فيما بيننا ولكن هناك اللغة الذهنية والتي يرتب الإدراك الإنساني كل أفكاره وكل صوره وكل خيالاته وكل شيء من أنشطته وفقاً لللغة الذهنية واللغة الذهنية هي التي تتحول بعد ذلك إلى لغة ملفوظة فإذا كان الكلام في هذه الأجواء حتى لو ارتقت اللغة ارتقاءاً كبيراً مثل ما سيكون في زمن الظهور الشريف لأن العقول ترتقي شيء طبيعي فإن اللغة سترتقي أيضاً للرابطة الوثيقة ما بين اللغة والإدراك لا توجد لغة لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل تستطيع أن تصف ذات الله سبحانه وتعالى إنه أجل من أن يوصف بلغة قاصرة بما هي مخلوقة تحكمها قوانين العالم الترابي أية وسيلة هذه التي تستطيع أن تصف ذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن لغة أن تقوم بهذا ما جاء عن أمير المؤمنين في خطب التوحيد ولم تعرف البشرية توحيداً كالتوحيد الذي جاء في خطب أمير المؤمنين الأنبياء الأنبياء لا يدركون حقائق التوحيد التي تحدث عنها أمير المؤمنين لا يدركون حقائق التوحيد تلك إلا بتوفيق من محمد وآل محمد إن أمرنا صعب مستصعب إمامنا الصادق يقول لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان فمن يحتمله يا ابن رسول الله قال من شئنا من شئنا فكل أسرار التوحيد التي بيّنها أمير المؤمنين إنما هي بحدود اللغة وهذه اللغة محدودة بحدود الإدراك البشري هذه معرفة لله بحسبنا لأن محمد وآل محمد ما كلمونا إلا على قدر عقولنا كل الكلام الذي جاءنا في القرآن القرآن هو هو يتحدث بنفس المنطق هذه سورة الزخرف الآية الثالثة بعد البسملة والتي بعدها إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّةً بلغة العرب بلغة محدودة قاصرة لعلكم تعقلون هذه معرفة بحدودكم وإنه في أم الكتاب شيء آخر وإنه في أم الكتاب إنها الحقيقة المحمدية وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكي القرآن هو الآخر بلغة محدودة قاصرة إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّةً لماذا؟ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ أما حقيقة القرآن فهي ليست كذلك لا تستطيع اللغة أن تحيط بها وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكي حتى القرآن فإنه فإنه يُخَاطِبُنا بحدود لغتنا وبحدود إدراكنا فكلّة وإنه فكلّه ما قيل عن التوحيد من مقدمات المعاني إلى أعمق أسراره بحدود 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 لغة بحدود اللغة القاصرة وَاللغة القاصرة محدودة بحدود إدراكنا القاصر إنها معرفة بحسبنا إنها معرفة بحسبنا وهذا هو المعنى الذي تتحدث عنه كلمات إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مناجات العارفين ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إنني أقرأ من مفاتيح الجنان من مناجات العارفين المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك منطقهم واحد منطق قرآنهم ومنطق حديثهم في أدعيتهم في زياراتهم في رواياتهم منطق واحد ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك فإذا كان السؤال يا حسن عن اللغة وشؤونها فليس هناك من لغة لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل يمكن أن تصف ذات الله سبحانه وتعالى ولذا فإنهم قالوا صلوات الله عليهم إذا بلغ الكلام إلى الله فاسكتوا لا توجد لغة لا توجد ألفاظ إذا بلغ الكلام إلى الله فاسكتوا لماذا؟ لماذا نسكت؟ لا توجد لغة لا توجد ألفاظ إذن هذه المعرفة التي نستنبطها من القرآن ونستنبطها من توحيد العترة الطاهرة هذه معرفة بحسبنا هذه لغة قاصرة محدودة أين هذه اللغة وإن الله اللغة قاصرة لغة القرآن قاصرة لغة حديث المعصومين قاصرة هذا هو شأنها مثلما بصرنا محدود مثلما سمعنا محدود كذلك إدراكنا محدود لغتنا محدودة لأنها تتبع الإدراك اللغة شأن من شؤون الإدراك إدراكنا محدود ستكون اللغة بنحو طبيعي محدودة لأنها تتبع شيئا محدودا فكل ما عرفناه وكل ما نعرفه الآن وكل ما سنعرفه في المستقبل وحتى لو أدركنا زمان الظهور وارتقت عقولنا إلى أرقى المراقي فإن إدراكنا سيبقى قاصرا وإن لغتنا حتى لو ارتقت إلى أعلى المراقي ستبقى قاصرة وما يكون عندنا من معرفة حين ذاك بحسب ما نحن عليه في ذلك الوقت فلا يوجد عقل ولا يوجد إدراك ولا توجد لغة ولا يوجد بيان يستطيع أن يصف ذات الله هذا أمر مستعيل لا يمكن أن يتحقق النقص ليس في المحصومين النقص في اللغة والنقص في اللغة تابع للنقص في قوة الإدراك هل محمد وآل محمد يحيطون بالله مستحيل هذا محمد وآل محمد في أرقى مراتبهم بالنسبة لسائر المخلوقات هم كمال مطلق وما فوق الكمال المطلق لكنهم بالنسبة لله سبحانه وتعالى هم مقيدون بقيد المخلوقية بقيد العبودية فلا يمكن للمخلوق أن يحيط بالخالق ولا يمكن للعبد أن يحيط بالمعبود العبودية شأن مقيد والألوهية شأن مطلق هناك مقام لله سبحانه وتعالى والتعابير قاصرة التعابير قاصرة الإدراك قاصر وأنا قاصر في هذا المقام ولغة قاصرة هناك مقام لله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن معه شيء وكان هنا لا تتحدث عن الزمان إنها كينونة التحقق كينونة الوجود كان بمعنى تحققه بمعنى هو كائن موجود بغض النظر عن الزمان والمكان فلا زمان ولا مكان حينما نتحدث عن الله سبحانه وتعالى ومع ذلك فإن الحديث قاصر هو بحسبنا هذا المقام كان الله ولم يكن معه شيء هذا المقام قائم حينما أقول كان الله هذا هو التعبير الذي ورد في كلمات المعصومين والحديث هنا عن كينونة التحقق والوجود إنها الشيئية في مقابل اللاشيئية الشيئية التحقق الوجود في مقابل اللاشيئية اللاشيئية العدم البطلان اللا وجود كان الله ولم يكن معه شيء الشيئية له سبحانه وتعالى ولا شيئة هناك من دونه جلت قدرته وتقدست أسماؤه كان الله ولم يكن معه شيء وهذا المقام هو مقام الله الثابت منذ الأزل هذا المقام مقام الأولية بلا أولية ومقام الآخرية بلا آخرية هذا مقام الظهور في البطون ومقام البطون في الظهور هذا مقام القريب البعيد والبعيد القريب الألفاظ عاجزة اللغة قاصرة والإدراك قاصر نحن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى وهذه التعابير بعيدة وبعيدة جدا عن ذات الله سبحانه وتعالى إنما هي بحسبنا بحدود إدراكنا هذا المقام هو المقام الذي يعبر عنه لا إله إلا الله كان ولم يكن معه شيء وله زال كذلك فإن الأشياء التي تكونت كونها سبحانه وتعالى طارئة حتى الحقيقة المحمدية طارئة طارئة هو الذي أوجدها وهو الذي يبقيها وهي قائمة به إنها طارئة في الحقيقة لكنه هو الذي أكسبها ويكسبها وسيبقى يكسبها بقاء وثبوتا وتحققا ووجودا وشيئية وفيضا وإفاضة كان الله ولم يكن معه شيء هذا المقام الحقيقة المحمدية لا تحيط به لا تحيط بهذا المقام هذا المقام الذي يمكن أن نعبر عنه من أنه المقام الذي يعرف الله ذاته يعرف الله نفسه لا يعرف الله إلا الله هذا هو المقام الأعلى والذي نعبر عنه لا إله إلا الله ثم خلق بعد ذلك الحقيقة المحمدية فكانت مرآة تجلى الله بكل أسمائه بكل صفاته بكل شؤونه تجلى في الحقيقة المحمدية ولا بد أن تكون الحقيقة المحمدية هكذا فإن الله إذا ما خلق مخلوقا لا بد أن يكون في غاية الكمال المطلق بالنسبة للمخلوقات قدرة الله لابد أن تتجلى وإلا إذا لم تتجلى قدرة الله بكل قدرتها وبكل طاقتها فذلك عجز في قدرته تجلت قدرة الله بكل قدرتها بكل طاقتها بكل تجلياتها تجلت في الحقيقة المحمدية ولا بد أن تكون الحقيقة المحمدية هكذا وإلا فأين قدرة الله المطلقة وأين التجلي الأعظم لها لا بد أن تتجلى قدرة الله بأعلى درجات التجل الأعظم فكانت الحقيقة المحمدية المرآة الإلهية العظمى ما جاء في الأحاديث من أن الله خلق آدم على صورته صورة الله هي الحقيقة المحمدية وآدم وجود رمزي للحقيقة المحمدية ولذا الملائكة سجدوا لآدم لأنه خلق على صورة الله وصورة الله هي الحقيقة المحمدية وهذا مثال بشري ترابي تجسد في أبينا آدم ما هو بالمثال الأعلى المثال الأعلى محمد وآل محمد الذين هم بين أظهرنا هذا هو المثال الأعلى المثل الأعلى الذي تحدث عنه القرآن لكن أبانا آدم كان مثالا كان صورة كان رمزا من رموز الحقيقة المحمدية ولذا عبر عن أبينا آدم بأنه صفوة الله الصفوة تعني مثالا تعني خلاصة تعني زبدة المثال زبدة فكان آدم مثالا صورة عن صورة الله صورة الله الحقيقية في هذا الوجود الحقيقة المحمدية ولذا فإنها استقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك بحسب ما جاء في الأدعية المعصومية الشريفة الحقيقة المحمدية لا بد أن تكون ولا بد أن تكون صورة كاملة لله سبحانه وتعالى لكنها لكنها هل تحيط بالله تحيط بالله بحسب ما تجلى فيها لكنها لا تحيط بالله في المقام الأول الذي هو المقام الأصل لله سبحانه وتعالى الحقيقة المحمدية كمال مطلق من دون قيود بالنسبة لسائر المخلوقات بالنسبة لله فإنها مخلوقة مقيدة بقيد المخلوقية والعبودية لا فرق بينك وبينها مثل ما جاء في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك قيد العبودية وقيد المخلوقية فبحسب المقام الأول لله سبحانه وتعالى الحقيقة المحمدية لا تحيط به مستحيل هذا المخلوق لا يحيط بالخالق ولكن بحسب التجلي أن الله تجلى في الحقيقة المحمدية فإن الحقيقة المحمدية هي صورة الله والتي خلق أبانا آدم عليها بنحو رمزي بنحو يمثل مثالا يتناسب مع العالم الترابي مع العالم الأرضي لأن آدم خلق كي يكون خليفة في عالمنا الأرضي نذهب إلى فاصل حين تكلمت الذات الإلهية في المقام الأصل في المقام الأول حين تكلمت كان كلامها الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية هي كلام الله كلام الله ما هو بألفاظ هذه الألفاظ التي في الكتاب الكريم حينما نقول عنها بأنها كلام الله بحسب عالم اللغة وعالم الألفاظ إنها صورة بعيدة جدا عن كلام الله سبحانه وتعالى الحقيقي الذات الإلهية تكلمت فكان كلامها الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية بعد أن خلقت كانت ولم يكن معها شيء من المخلوقات هذا المقام نحن المخلوقات لا ندركه لا نحيط به مثلما الحقيقة المحمدية لا تحيط بالمقام الذي أشرت إليه قبل قليل كان الله ولم يكن معه شيء الحقيقة المحمدية لا تحيط بهذا المقام هذا المقام هو الذي يمكنني أن أعبر عنه من أن الله لا يعرفه إلا الله في مقام التجلي يأتي هذا الكلام ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت هذا لسان الحقيقة المحمدية في مقام التجلي حين تجل الله في الحقيقة المحمدية بكل أسمائه بكل صفاته فكانت صورة لله سبحانه وتعالى في هذا المقام حيث كانت ولم يكن شيء من المخلوقات هذا المقام لا يعرفه إلا الله والحقيقة المحمدية نحن لا نحيط به نحن في مقام المخلوقية والعبودية للحقيقة المحمدية فلا يمكن للمخلوق أن يحيط بالخالق ولا يمكن للعبد أن يحيط بالمعبود العبودية شأن والألوهية شأن آخر وإن جاء في كلماتهم من أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية وهذا ينطبق على الحقيقة المحمدية التي عبوديتها لله ربوبية لكنها ربوبية من حيث هي من حيث الحقيقة المحمدية ربوبية تبقى مقيدة بقيود المخلوقية والعبودية لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك وهذه الكلمات بلسان أئمتنا في عالمنا الترابي وبمستوى المدارات وبمستوى المدارات بحسبنا وإلا فإن الحقائق أعظم وأعظم وأعظم وأعمق 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 لكننا لا نستطيع أن نحيط بها هي فوق إدراكنا نحن محكومون بهذه القواعد بحدود إدراكنا لا نستطيع أن نتجاوز إدراكنا السؤال هنا حينما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم الإمام المعصوم هل يستطيع أن يمنحنا قدرة لمعرفة إلهية تتجاوز المعرفة التي نحن عليها الإمام قادر على ذلك ولكنه لو فعل هذا سيحدث اختلالا في موازين الحكمة لأن الإنسان سيتحول إلى كائن آخر إنقلاب الأشياء يتنافر مع الحكمة فإن الحكمة تقتضي أن الأمور تجري بأسبابها وأن الأشياء تحتفظ بخصائصها وأن لا يكون هناك انقلاب في الحقائق كي تنتظم سلاسل الموجودات ما بين فاعل ومنفعل وإلا سينتفي النظم في هذا الوجود الإنسان لا بد أن يبقى إنسانا والإنسان هذا الذي يعبر عنه بأنه إنسان لن يكون إنسانا إلا بهذه القدرة الإدراكية التي يمتلكها والتي تأتي من خلال انسجام طبيعة الروح مع طبيعة الجسد المعصوم قادر على أن يمنحنا قدرة إدراكية لكنها ستخرجنا عن حد الإنسانية سنتحول من كائن يقال له إنسان إلى كائن آخر يمتلك إدراكا أعلى من إدراك الإنسان فالحكمة والنظم وسلاسل الأشياء ما بين الفاعل والمنفعل يختضي أن تجري الأمور بأسبابها وهذا وهذا برنامج الله في هذا الكون هناك مقام لله سبحانه وتعالى لا يحيط به إلا الله وهناك مقام لله سبحانه وتعالى لا يحيط به إلا محمد وآل محمد إنها حقيقتهم المحمدية وهناك مقامات لله تكون للمخلوقات لكل مخلوق بحسبه الملائكة لهم شأنهم بحسبه والبشر كذلك وهكذا سائر المخلوقات حتى الجمادات لأنه ما من شيء إلا وهو يسبح بحمده فكيف تسبح الأشياء من دون إدراك هناك إدراك في المخلوقات وهذا هو سر وجودها إذا افترضنا أن مخلوقا سلب منه الإدراك يعني أنه عدم فحينما يوجد جذر وجوده إدراكه ولذا هو مسبح وما من شيء إلا وهو يسبح بحمد القرآن صريح في هذا المضمون معرفتنا بحدودنا كمعرفة النملة بربها فإنها تعتقد أن لربها شعرتين كالشعرتين اللتين في مقدم رأسها لأن النملة تعتمد على هاتين الشعرتين كثيرا في شؤون حياتها وفي التواصل مع سائر النمل من أمثالها وفي استكشاف المكان من حولها الشعرتين اللتان في رأس النملة في غاية الأهمية بالنسبة للنملة كمال حياتها بهاتين الشعرتين فهي تعتقد أن لربها شعرتين أيضا مثل ما لها لأنها ترى كمالها في هاتين الشعرتين فمعرفة النملة بحسبها ومعرفتنا بحسبنا ولا توجد لغة تحيط بذات الله سبحانه وتعالى ولا إله إلا الله ذلك المقام الذي لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن معه شيء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباسي من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في حليا وشيعة ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المطلون السؤال الثاني من الرسالة نفسها كلنا نعلم أن محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم من نور واحد أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد لكن لا يمنع هذا من الأفضلية فيما بينهم كأفضلية رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء والزهراء صلوات الله عليها وهكذا إلى سلسلة الأئمة الأطهار لقائمهم ومهديهم السؤال هناك روايات تتكلم عن الأئمة من ذرية الحسين وتقول إن قائمهم أفضلهم فهل أن صاحب الأمر أفضل من آبائه بالمطلق أم أن تلك الأفضلية في حيثية من الحيثيات أيضا هذا السؤال بحاجة إلى إجابة مفصلة لكنني سأجيبك يا حسن بنحو موجز لضيق الوقت محمد وآل محمد لهم مقام واحد إذا نظرنا إلى هذه الحيثية إلى حيثية هم والله إذا كانت الحيثية ما بينهم وبين الله اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة من الله عليهم بمستوى واحد في هذه الجملة لأنهم في هذا المقام في درجة واحدة ما لأولهم لآخرهم وما لآخرهم لأولهم أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد كلنا محمد في هذا المقام فيما بينهم وبين الله المقام واحد وهو مقام مستقر لا ارتقاء فيه مقام ثابت لأنه لا يوجد شيء بعد هذا المقام ففي ما بينهم وبين الله المقام واحد وفي مراتب الحقيقة المحمدية محمد وآل محمد من حيث الحقيقة المحمدية المقام واحد هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة المقام واحد فيما بينهم وبين الله والإشارة إلى ذلك ما في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك بينهم هذا مقام واحد لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك هذا هو المقام فيما بينهم وبين الله اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة صادرة من الله بمستوى واحد لأنهم جميعا في مقام واحد فيما بينهم وبين الله المقام واحد ولا ارتقاء في المقام لا شيء بعد هذا من حيث الحقيقة المحمدية حيث كانت ولم يكن معها شيء من حيث الحقيقة المحمدية المقام واحد الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا تخاطبهم وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحد طابت وطهرت بعضها من بعض هذا مقام من حيث الحقيقة المحمدية مقام بين أظهرنا إنهم محمد وآل محمد من حيث هم فيما بينهم مقام واحد حينما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام على أئمة الهدى منزلة واحدة نحن نتحدث هنا عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر هذا هذا العنوان ينطبق على رسول الله ينطبق على أمير المؤمنين ينطبق على الصديقة الكبرى وهكذا إلى قائم آل محمد هذا مقامهم وهم بين أظهرنا فيما بينهم إذن مقامهم من حيث الله واحد ومقامهم من حيث الحقيقة المحمدية واحد ومقامهم في عالمنا الأرض من حيث هم فيما بينهم واحد كما يقول رسول الله أنا علي وعلي أنا وكما يقول أمير المؤمنين أنا محمد ومحمد أنا وهذا المعنى بصريح القرآن في آية المباهلة وأنفسنا هذه الكلمة تختصر كل هذا الكلام فحينما نسلم عليهم السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجة وأعلام التقى وذو النهى وأولي الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى هذه العناوين تنطبق عليهم جميعا هناك مقام واحد هناك منزلة واحد الجهة الرابعة من حيث نحن من حيث الخلائق هنا تختلف المقامات فاختلاف المقامات ليس من حيثهم وإنما من حيث نحن فهناك النبوة والرسالة تتجلى في محمد صلى الله عليه وآله وهذه لها مقامها وشأنها وهذا تجلى في محمد صلى الله عليه وآله لحاجة الخلق إلى هذا التجلي وما تجلى في أمير المؤمنين لحاجة الخلق للذي تجلى في أمير المؤمنين وهكذا فما جاء في الأحاديث بخصوص عترة الحسين صلوات الله وسلامه عليهم من السجاد إلى القائم من أن القائم أفضلهم أفضل من آبائه من الحسن العسكري إلى إمامنا السجاد إنه أفضل التسعة هذه الأفضلية من حيث مشروعه الأعظم والذي يرتبط بنا يرتبط بالمخلوقات يرتبط بالخلق فكلهم من السجاد إلى إمامنا الحسن العسكري في المقام نفسه الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي هذا هو هو لسان السجاد وهو هو لسان الباقر وهو هو لسان الصادق وهكذا إلى إمامنا الحسن العسكري فمن السجاد إلى إمامنا الحسن العسكري هذا هو لسانهم إنه لسانه صادق لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي هذه الخدمة لمشروعه للبرنامج الإلهي الذي أوكل إليه قضية ترتبط بالمخلوقات بالخلق لكن إذا رجعنا إلى مقامهم من حيثهم فيما بينهم فما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم إذن مقامهم من حيث الله فيما بينهم وبين الله مقام واحد لا ارتقاء فيه ومقامهم من حيث الحقيقة المحمدية مقام واحد مثل ما قرأت عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة ومقامهم في العالم الأرضي فيما بينهم مقام واحد إنما تختلف المراتب والدرجات والمقامات من حيث الخلق وما يتجلى في الأئمة وما يظهر منهم لحاجة الخلق فهذا شأن عارض في آخر الأمر إذا رجعنا إلى مقامهم الذاتي هو مقام واحد وإنما تختلف المراتب في شؤونهم العرضية في الشؤون العارضة والتي ترتبط بحاجة الخلق الموضوع يحتاج إلى دقة وإلى تشخيص لحدود المقامات دائماً أقول هناك قاعدتان ذهبيتان في معرفة هذه المعاني القاعدة الأولى حفظ المقامات أن نعرف حدود كل مقام من المقامات هذه المقامات التي يتحدث عنها دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك محمد وآل محمد المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركان لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صلوات على ظاهرهم وباطنهم صلوات على سرهم وعلى نيتهم صلوات على أولهم وآخرهم صلوات على شاهدهم وغائبهم صلوات تترى وتترى 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 حتى تنقطع أنفاسنا وحتى بعد انقطاع أنفاسنا إجابة مجملة أتمنى أن تكون نافعة ومفيدة قلت هناك قاعدتان ذهبيتان القاعدة الأولى حفظ المقامات والقاعدة الثانية تعدد الحيثيات أقرب الفكرة بهذه الصورة مكان كبير واسع وقد غطته المرايا من جميع جهاته من فوق ومن أسفل ومن جميع أركانه وقد رتبت المرايا كل مرآة بزاوية معينة حينما يقف شخص أو مجموعة أشخاص في ذلك المكان فإن كل مرآة ستنقل صورة من حيث زاويتها هذا هو المراد من تعدد الحيثيات وهو أمر نظري راجع إلى الحيثية التي ننظر إليها إلى اللحاظ الذي نأخذه ما هو اللحاظ الذي نأخذه وهنا تتفرع وتتشعب قواعد الحكمة في فهم الحقائق ولذا يقولون لولا الحيثيات لبطلة الحكمة وكذا يقول الحكمة لولا الحيثيات لبطلة الحكمة نذهب إلى فاصل حدثتكم في الحلقات الماضية عن رسالة صوتية وصلتني من النجف إنها رسالة صوتية حوزوية نجفية حدثتكم عنها لا أريد أن أعيد الحديث المتقدم سؤال الرسالة سؤال الرسالة عن البتريين وسائل يقول من أن البتريين باتوا يهيمنون على النجف وأنا أقول للسائل النجف منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما انتقل الطوسي من بغداد إليها وأسس المذهب الطوسي في النجف وأسس حوزة النجف وفقا لمذهبه العباسي اللعين منذ تلك اللحظة فإن النجف بترية بترية وما مرت ثانية واحدة على النجف منذ تلك اللحظة إلى يومنا هذا لم تكن فيها النجف ليست بترية النجف بترية منذ الطوسي وإلى السستاني المراجع جميعا المرجعيات بأجمعها الكتب بتمامها الدروس بكل تفاصيلها النجف بترية إذا ما كان فيها شيء ليس بتريا في مقطع من المقاطع في حالة من الحالات فهذا أمر استثنائي وإلا فإن الثقافة البترية والعقائد البترية والمنهج البتري يتحرك في النجف منذ أن قدم الطوسي إلى النجاف وإلى هذه اللحظة ويبدو أنه سيبقى مستمرا على نفس الضلال هذا إلى وقت ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر واضح في الروايات الشريفة إلا أن تتغير الأمور بطريقة وبأسلوب بحسب قانون البداء ستتغير النتائج نذهب إلى فاصل عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم يا هشام كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا يا هشام إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق يا هشام تعلم من العلم ما جهلت وعلم الجاهل مما علمت عظم العالم لعلمه ودعم نازعته وصغر الجاهل لجهله ولا تطرده ولكن قربه وعلم يا هشام أصبر على طاعة الله واصبر عن معاص الله فإنما الدنيا ساع فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا وما لم يأث منها فليس تعرفه فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبت النجف بطرية وبطرية وبطرية بامتياز وهيمن البطريون على مصائر الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة الحديث عن البتريين والبترية والمنهج البتري القذر هذا المصطلح مصطلح قرآني وهذا المصطلح لا علاقة له بمجموعة زيدية يقال لها البترية وبعد ذلك حرفوا لفظها فقيل البترية لتضيع المعنى الأصل هؤلاء بترية لكن المصطلح كان موجودا قبلهم هذا المصطلح مصطلح رباني مصطلح محمدي مصطلح قرآني سورة الكوثر بعد البسملة إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحار إن شانئك هو الأبتر هذه السورة تتحدث عن اتجاهين عن الاتجاه الكوثر وعن الاتجاه الأبتر إذن النجف ما هي بكوثرية النجف بترية أبترية لأن القرآن وضع لنا اتجاهي هناك هناك اتجاه الكوثر وهناك اتجاه الأبتار وواضح واضح فإن النجف أبترية أبترية النجف تنكر إمامة فاطمة ولا تؤمن بها وتضلل الذي يعتقد بإمامتها هذا هو حال النجف النجف تنكر إمامة فاطمة وتضلل الذي يؤمن بها النجف لا تعتقد أن فاطمة هي القيمة على الدين وأهل الدين بحسب ما يقول القرآن في سورة البينة في الآية الخامسة بعد البسملة وذلك دين القيمة النجف لا تعتقد بهذا النجف تؤمن بكتاب وحياني واحد هو القرآن ولا تؤمن بالكتاب الوحياني الثاني إنه مصحف فاطمة صحيح إنه ليس موجودا بين أيدينا ولكنه عند إمام زماننا وسيظهره لنا عند ظهوره الشريف هناك كتابان القرآن الكتاب الوحياني الأول القرآن كتاب محمد والكتاب الوحياني الثاني مصحف فاطمة ما طلعنا عليه وليس بأيدينا عند إمام زماننا إنه سيأتينا بأمر جديد وكتاب جديد إنه سيأتينا بالمثال المستأنف وجزء من ذلك مصحف فاطمة لأن فاطمة هي القيمة على الدين لأن فاطمة هي القيمة على أهل الدين ومن هنا فإن مصحفها يمثل ركيزة أساسية في الدين لسنا مطلعين عليه لكننا ننتظر مجيئه ننتظر قدومه مع قدوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه النجف لا تؤمن بهذه الحقائق وإذا ما ذكرت في أجواء النجف فإنها تذكر على الحاشية ولا تعبأ بشأن فاطمة النجف تنكر ظلامة فاطمة كبار مراجع النجف ينكرون ظلامة فاطمة النجف تدافع عن قتلة فاطمة بطريقة شيطانية حينما تبرئ قتلة فاطمة من جريمة قتلها لأنها تنكر جريمة قتلها النجف 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 حكاية النجف مع فاطمة طويلة طويلة حكاية طويلة هذه علامة واضحة من أن النجف ما هي بكوثرية إنها أبترية بامتياز هذه النجف البتراء هذه الحوزة البتراء وهذه المرجعية البتراء ما هي بكوثرية نحن نقرأ في الأحاديث هذا تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الخامسة من تفسير إمامنا الحسن العسكري بحسب الطبعة التي أشرت إليها أمير المؤمنين يقول يخاطب أحد أصحابه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله حدثني عن الله عز وجل أنه قال الله هو الذي يقول دقيق النظر في كلام أمير المؤمنين أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله حدثني عن الله عز وجل أنه قال كل أمر ذيبال كل أمر ذيبال كل أمر يكون في غاية الأهمية في أقصى ما يمكن أن تكون له من الأهمية كل أمر ذيبال لم يذكر لم يذكر بسم الله فيه فهو أبتر إذن هذا العنوان عنوان متحرك في ثقافة ديننا في ثقافة دين العترة الطاهرة كل أمر ذيبال لم لم يذكر بسم الله فيه فهو أبتر كل أمر من أمور الدين أو من أمور الدنيا ونقرأ أيضا هذا الكتاب عدة الداعي ونجاح الساعي لأحمد ابن فهد الحلي المتوفى سنة اثمانمية واحد واربعين للهجرة وهذه الطبعة طبعة العتبة الحسينية المقدسة إنها الطبعة الأولى 2019 ميلادي صفحة أربعمية أو ستة وعشرين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كل دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبتر إنما التمجيد إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة كل دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبتر وتذكروا الرواية أدنى ما يكون من التمجيد موطن الشاهد هنا كل دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبتر وكل أمر ذيبال لا يكون فيه بسم الله فهو أبتر إذن هناك منهج كوثار وهناك منهج أبتر فمثلما إذا ما خلى الأمر الذي يكون مهما من بسم الله من ذكر الله فهو أبتر كذلك فإن عقيدتنا وإن ثقافتنا وإن ديننا إذا خلى من ذكر فاطمة وشؤونها وإمامتها فإن الدين سيكون أبتر السورة سورة الكوثر نزلت في أبترين في عمر بن العاص الأبتار وفي أبيه في أبيه الذي نسبته أمه العاهرة القذرة النابغة أم عمر بن العاص عاهرة قذرة جدا إنها أقدر عاهرات ومومسات مكة هذه أم الصحابي عمر بن العاص وكان الجميع يزنون بها واختلف عدد من الرجال على هذا النغل الذي جاءت به وهو عمر هذا النغل حينما جاءت به تلك العاهرة المومس النابغة حينما جاءت بنغلها هذا اختلف عليه عدد من الرجال الزنات الذين كانوا يزنون بأمه هي تقول إنه شبيه بأبي سفيان حقير كحقارة أبي سفيان في شكله وأخلاقه الحقيرة لكنها ما ألحقته بأبي سفيان لأنه كان بقيلا خسيسا شعيحا ألحقته بالعاص ابن وائل السهمي لأنه كان ينفق عليها فقالت هذا ولد العاص فسمي بعمر ابن العاص سورة الكوثر نزلت في هذين الأبترين في هذا النغل الذي سمي بعمر وفي أبيه الذي ما هو بأبيه لأن أباه سفيان هؤلاء هم الذين يعادون عهلية هؤلاء هم الذين يعادون العترة الطاهرة هذه أصوله فنزلت هذه السورة في الأبترين في النغل عمر ابن العاص وفي أبيه الذي ما هو بأبيه العاص هذه الحقائق والوقائع مثبتة في كتب التاريخ وفي كتب نواصبي سقيفة بن ساعد هذا ما هو بشيء إنني أنشئه من عندي نفسي كتاب بعث به أمير المؤمنين إلى عمر ابن العاص هذا هو الجزء الخامس من شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني ابن ميثم البحراني متوفى سنة ستمية أو تسعة وسبعين للهجرة هذا هو الجزء الخامس من شرحه لنهج البلاغة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة فقه الشيعة بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثمانين هناك نص لكتاب ذكره الشريف الرضي في نهج البلاغة لكن النص محرف وقد حذف منهما حذف هل أن الشريف الرضي أثبته هكذا أم أنه حرف بعدما أثبت الشريف الرضي النص الصحيح والذي يبدو لي أن الشريف الرضي أثبته هكذا لأن كثيرا من النصوص أثبتها الشريف الرضي في نهج البلاغة وهي ناقصة وهي محرفة بحسب النص الذي نقله ابن ميثم البحراني هكذا جاء في مقدمة الكتاب من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى الأبتر بن الأبتر عمر بن العاص شانئ محمد وآل محمد في الجاهلية والإسلام سلام على من اتبع الهدى إلى آخر الكتاب من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى الأبتر بن الأبتر عمر بن العاص شانئ محمد وآل محمد في الجاهلية والإسلام سلام على من اتبع الهدى إذا رجعنا إلى نهج البلاغة وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة السابعة بعد الثلاثمئة إنه الكتاب التاسع والثلاثون ومن كتاب له عليه السلام إلى عمر بن العاص وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي نذهب إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل أعود إليكم حياكم الله قبل قبل الفاصل كنت أحدثكم عن الأبتري ابن الأبتار عن نغلي المومس العاهرة النابغة إنه الصحابي عمر بن العاص الكتاب الذي قرأت عليكم مقدمته من شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني موجود في نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي لكن من دون مقدمة بحسب الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة السابعة بعد الثلاثمئة إنه الكتاب التاسع والثلاثون ومن كتاب له عليه السلام إلى عمر بن العاص من دون مقدمات فإنك قد جعلت دينك إلى آخر ما جاء في كتاب أمير المؤمنين إلى عمر بن العاص كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة الثانية والأربعين بعد المائتين هناك محاورة طويلة أوردها الصدوق في هذا الكتاب فيما بين معاوية إنه معاوية ابن أبي سفيان فيما بين معاوية وابن عباس وعبد الله ابن عباس وعمر ابن العاص من جملة ما قاله ابن عباس لعمر ابن العاص أما والله يا عمر إني لأبغضك في الله وما أعتذر منه إنك قمت خطيبا فقلت أنا شانئ محمد صلى الله عليه وآله في مكة فأنزل الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر فأنت أبتر الدين والدنيا وأنت شانئ محمد في الجاهلية والإسلام إنما أورد هذه المضامين كي تعرفوا أن مصطلح البترية وأن عنوان البتريين لا علاقة له بمجموعة من الزيديين كما يريد أصحاب العمائم في النجف أن يخدعوكم هذا مصطلح قرآني مصطلح رباني مصطلح محمدي مصطلح متحرك بدأ التأسيس من سورة الكوثر فهناك اتجاه كوثر وهناك اتجاه أبتر رمزه الأول هو هذا النغل عمر ابن العاص وأبوه كذلك العاص ابن وائل السهم لعنة الله عليه عدو رسول الله وشانع وشانع رسول الله ومثلما مر علينا فإن كل أمر ذيبال لا يكون فيه بسم الله ولا يبدأ بذكر الله فهو أبتر ومر علينا من أن كل دعاء لا يبدأ بتمجيد كما قال إمامنا الصادق فهو دعاء أبتر أدعية أهل البيت بنصوصها نقرأها كما هي تفتتح بالتحميد والتمجيد وبذكر الله فهذا عمر ابن العاص هو الأبتر ابن الأبتار وهو أبتر الدين والدنيا كما قال له ابن عباس وكان صادقا في قوله في كل حرف من حروف كلامه التي تلفظها في نهج البلاغة أيضا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصف شخصا آخر بأنه أبتر العنوان متحرك وليس خاصا بعمر ابن العاص وليس خاصا بمجموعة من الزيديين في الصفحة السابعة والثلاثين بعد المئة من كلامه صلوات الله عليه المرقم بالرقم الخامس والثلاثين بعد المئة وقد وقعت وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان بين أمير المؤمنين وبين عثمان وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان فقال المغيرة ابن الأخنس لعثمان أنا أكفيكه فقال علي للمغيرة يبنى اللعين الأبتار إلى آخر ما قاله أمير المؤمنين في كلامه يبنى اللعين الأبتار الأباترة هم أعداء علي الأباترة هم أعداء الزهراء ومن هنا ومن هنا فإن النجف أبتريهت في موقفها المعاندي والمنافري للعقيدة الزهرائية وقد أشرت إلى جانب من عقيدتهم ومن موقفهم بخصوص فاطمة صلوات الله عليها إنهم ينكرون ظلامتها يبرئون قتلتها يدافعون عن قتلتها إنهم يشككون في مقاماتها وينكرون إمامتها هذا هو واقع النجف منذ أن تأسست حوزة النجف وإلى يومنا هذا النجف ما هي كوثرية النجف أبترية حتى قصيدتها الكوثرية فإنها تبدأ بالغزل بخلام بخلام رضاء الهندي يبدأ القصيدة الكوثرية متغزلا بغلام بغلام وغبران النجف أتحدث عن شيعة النجف يعتقدون أن القصيدة في مدح أمير المؤمنين فيها أبيات جميلة في مدح أمير المؤمنين أنا لا أنكر هذا لكن مقدمة القصيدة فيها شذوذ جنسي غزل بغلام وقد بينت هذا في برامج السابقة فحتى القصيدة النجفية التي يقال لها بأنها كوثرية هي ما هي بقصيدة كوثرية إنها تبدأ بمذاق أبتري بعد ذلك تعرج في أبياتها بعد المقدمة الأبترية تعرج على مدح أمير المؤمنين عدوا إلى القصيدة ودققوا النظر في ألفاظها وعباراتها يا أيها النجفيون الذين تكثرون قراءتها في مناسباتكم وأفراحكم وأعراسكم فهذا المصطلح مصطلح متحرك ليس خاصا بمجموعة من المجموعات الزيدية هناك مجموعة زيدية يقال لها البترية وحرف هذا العنوان فأسموا أنفسهم البترية رجال رجال الكشي هذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي الطبعة الرابعة 2004 ميلاد طهران إيران في الصفحة السادسة والثلاثين بعد المائتين إنه الحديث التاسع والعشرون بعد الأربعمائة بسنده بسند الكش عن سدير إنه الصيرفي من أصحاب إمامنا الباقر والصادقي صلوات الله عليهما عن سدير قال دخلت على أبي جعفر الباقري صلوات الله عليه ومعي سلمة ابن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم ابن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة معهم وعند أبي جعفر عند الباقر صلوات الله عليه أخوه زيد بن علي فقالوا لأبي جعفر هؤلاء الذين جاء معهم سدير الصيرفي سلمة ابن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد والبقية هؤلاء زيديون فقالوا لأبي جعفر نتولى علي وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم قال نعم هو هذا المطلوب إمامنا الباقر قال نعم قالوا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم قال سدير فالتفت إليهم زيد بن علي قال لهم أتتبرأون من فاطمة لأنهم هكذا قالوا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم أبو بكر وعمر أعداء فاطمة وفاطمة عدوة لهم فحينما قالوا نتبرأ من أعدائهم زيد قال لهم أتتبرأون من فاطمة بترتم أمرنا بتركم الله فيومئذ سموا البترية لأنهم بتروا أمر محمد وآل محمد وهذا ما تفعله النجف ما تفعله الحوزة البترية القذرة بالضبط ولكن بحسبها هي لا تستطيع أن تعلن براءتها من فاطمة لكنها تعلن ولاءها لفاطمة وتنكر ظلامتها وتنكر جريمة قتلها وبهذا تبرأ قتلتها من هذه الجريمة هذا مستوى من مستويات البراءة من فاطمة هذا هو حال مراجع النجف هذا هو حال حوزة النجف إنها حوزة بترية بتمام معنى الكلمة سأبين لكم معنى بترية حوزة النجف فإن الأمر لا يقف عند هذا الذي تحدثت عنه هذه الرواية هناك رواية في المصدر نفسه في صفحة الثانية والثلاثين بعد المائتين إنه الحديث الثاني والعشرون بعد الأربع مائة عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه لو أن البترية أنا لا أقرأها البترية هذا تحريف إنهم حرفوا البترية إلى البترية لتضيع الأمر لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعز الله بهم دين فهم لا يعزون دين الله ولن يوفقوا لأن يعزوا دين الله وهذا هو الذي عرفناه عن حوزة النجف منذ زمان الطوسي وإلى الآن فإن حوزة النجف لا أصدرت كتابا ولا درست درسا ولا أسست مؤسستا تبين دين العترة الطاهرة إنهم يتحدثون عن الدين الطوسي يتحدثون عن المذهب الطوسي الذي هو مذهب شافعي معتزلي فإن الحوزة هذه لا تعز دينا ولن توفق لإعزاز دين الله لإعزاز دين العترة الطاهرة لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعز الله بهم دينا هذا هو الواقع الموجود إنما تقوم هذه الحوزة بإعزاز أناس لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة تجعلهم مراجع وآيات عظمى ونوابا عن صاحب الزمان يسرقون الشيعة بمختلف الوسائل والسبل لصوص قطاع طريق يصبحون مقدسين هؤلاء هم البترية اللحنى حوزة بترية إلى النخاء حوزة بترية في ظاهرها وفي باطنها في سرها وعلانيتها نذهب إلى فاصل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن السلوك البتري لمراجع النجف إنها رواية التقليد أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المائتين هذا هو السلوك البتري الواضح لجميع مراجع الشيعة وخصوصا لمراجع النجف وكربلاء من دون استثناء إنهم على الإطلاق هكذا الذين ماتوا والأحياء والذين سيأتون لأنهم على المنهج الطوسي القذر نفسه ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنهم يهلكون من يتعصبون عليه من يخالفهم في منهجهم القذر يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له ذول اللوقية الحبر بشية العظامة اللقامة اللحاسية هذه المجموعات التي تدور في فلك المرجعية الطوسية البترية النجفية القذرة الوسخة ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة أنتم أنتم يا أصحاب العمائم في النجف وكربلا مراجعكم هذه هي أخلاقهم أو لا هل تعرفون مرجعا أخلاقه تختلف عن هذه الأخلاق في أي مكان هل هو في المريخ أم في زحل في أي مكان أنتم تعرفون الحقيقة لكنكم شياطين لكنكم شياطين يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا حتى لو كان على حق وهدى لكنهم سيهلكونه بكل الأساليب ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة حوزة بترية مراجع بتريون أخلاق بترية منهج حوزوي بتري نجس قذر فماذا ينتج وماذا يخرج للناس صار واضحا لدينا من أن هذا المصطلح البتريون البترية مصطلح قرآني محمدي مصطلح رباني إنه مصطلح متحرك وقد ضربت لكم أمثلة على ذلك ماذا نقرأ في الروايات والأحاديث نقرأ عن مجموعة بترية ستحارب إمام زماننا لا يوجد زيديون في العراق والزيديون الذين عرفوا بعنوان البتريين والذين يقال لهم البترية في كتب الفرق والمذاهب والملل هؤلاء قد انقرضوا لا وجود لهم اليوم إذن هناك بتريون في زمن الظهور وهؤلاء في الحقيقة لا يظهرون في زمن الظهور إنهم بتريون النجف إنهم البتريون الطوسيون الأنجاس القذرون منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا الإرشاد للمفيد كتاب الإرشاد الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جباير إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قموا المقدسة صفحة 541 وروا أبو الجاروت عن أبي جعفر عن إمام الباقر صلوات الله عليه في حديث طويل أنه إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة جاء مقبلا من الحجاز فإن بداية قيامه في مكة إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيخرج منها بضعة عشر ألف نفس يدعون البترية عليهم السلاح قوة عسكرية فيقولون له ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم سنعود إلى هذه الروايات هناك بتريون في زمن الظهور سيخرجون لقتال إمام زماننا في أي مكان في العراق وتحديدا في الكوفة في هذه المنطقة ما بين النجف والكوفة وكربلاء إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيخرج منها من النجف من النجف قطعا يشتركون معهم من هم من الكوفة المدينة الموجودة حاليا من كربلاء ومن العراق أجمع فيخرج منها بضعة عشر ألف نفس يدعون البترية عليهم السلاح فيقولون له عندهم مبدأ عندهم فتوى ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة هذا ما جاء في كتاب الإرشاد للمفيد وهذا دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلامي القرن الخامس الهجري وهذه طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة في الصفحة الخامسة والخمسين بعد الأربعمائة إنه الحديث الخامس والثلاثون بعد الأربعمائة حديث طويل عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه ويسير إلى الكوفة من هو قائم آل محمد بعد أن يظهر في مكة ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا هنا بحسب الطباعة من البترية من البترية البترية تحريف ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح عندهم سلاح كثير وهم مستعدون للقتال قراء القرآن فقهاء في الدين هؤلاء أصحاب العمائم ألا لعنة الله عليهم قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم من كثرة العبادة قد قرحوا جباههم هذا الكلام يشير إلى أنهم جهة دينية هؤلاء هم فقهاء النجف هكذا تقول الرواية ويسير إلى الكوفة ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم شمروا ثيابهم لقتال الإمام وعمهم النفاق وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك لا حاجة لنا فيك لماذا؟ لأن المرجعية موجودة ما هذا هو لسان حال الشيعة هذا هو لسان حال الشيعة وهذا هو لسان حال المرجعية وهذا هو لسان حال النجف وكربلاء صمام الأمان لا ندري أين موقع هذا الصمام من فوق أو من تحت صمام الأمان المرجعية صمام الأمان لا نحتاج صاحب الزمان عندنا صمام الأمان شلون صمام هو شلون صمام الواشر مالت فالت واشر هذا الصمام فالت خربان مزنجر هذا الصمام وكلهم يقولون كل المراجع كل أصحاب العمائم ألا لعنة الله عليهم إنني ألعن هؤلاء الذين تتحدثوا الرواية عنهم هؤلاء أبناء زنا أبناء زواني هؤلاء مأبونون قوادون لواطون سفلة هذا هو شأن الذين يُعادون إمام زماننا إنهم قراء القرآن إنهم فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك هذا هو اجتهادهم فقهاء في الدين الاجتهاد الاجتهاد أوصلهم إلى هنا من أنهم لا حاجة لهم ولا يريدون إمام زمانه المرجع موجود ما زالت المرجعية موجودة فإننا في خير لا ندري هذا الخير هل هو من فوق أو من تحت علينا أن نتأكد من هذا الأمر نذهب إلى فاصل أوضح علامة بترية في الحوزة الطوسية وفي المذهب الطوسي القذر أوضح علامة بترية الاجتهاد الاجتهاد علامة بترية واضحة جدا لأن الاجتهاد بتر للدين ولذا هم يقولون لإمام زماننا ارجع نحن لسنا بحاجتك عندنا الاجتهاد لا حاجة لنا في بني فاطمة في بني فاطمة في إمام زماننا إنهم لا يتحدثون عن الذين ينتسبون إلى فاطمة في بني فاطمة يتحدثون عن الأئمة المعصومين اجتهادهم اجتهادهم هو الذي جعلهم يقولون هذا الكلام الاجتهاد عملية بتر للدين الاجتهاد الاجتهاد عملية بتر للعلم المجتهد جاهل ليس عالم المجتهد هو الذي يستنبط الأحكام ولا يدري هل هي صحيحة أم أنها غير صحيحة فأي علم هذا وأي عالم هذا المجتهد لا يدري ولذا نواصب السقيفة بني ساعدة يفترون على رسول الله من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر وفي النجف يرددون هذا الكلام وإذا لم يرددوه بالألفاظ عمليا يقومون به وإلا ما معنى الفتاوى الاحتياطية الرسائل العملية مشحونة بالاحتياطات الوجوبية والاحتياطات الاستحبابية والذين يعملون بقاعدة رجاء المطلوبية كذلك يعملون بها ويصدرون الفتاوى على أساسها وهم لا يعلمون هل هذه الفتاوى صحيحة أم أنها غير صحيحة فأي علم هذا كيف يقود الناس قائد لا يدري هل هو مصيب أم هو مخطئ أي قائد هذا وكيف يكون نائبا عن صاحب الزمان والإمام صاحب الزمان الذي يعلم كل شيء ينصب للناس شخصا لا يعلم هل هو على صواب أم هو على خطأ أي عالم هذا وأية مرجعية هذه وأي علم هذا وأي دين هذا هذا دين أبتر وهذا علم أبتر وهذا حق أبتر هؤلاء هم الأباتر هم البتريون عملية الاجتهاد عملية بتر للدين عملية بتر للعقيدة عملية بتر للعلم عملية بتر للحق هذا هو الاجتهاد يستنبط المرجع ولا يدري هل هو مصيب أو مخطأ إذن من الذي يدري إذن من الذي يدري إذا كان المجتهد نفسه لا يدري هل أصاب أم أخطأ أنتم كيف تتبعون أناسا هم لا يعلمون هل أنهم أصابوا أم أخطأ يعملون بالظنون هذا المجتهد أساسا لا يحق له أن يعمل بفتوى لأنه ليس متأكدا من فتوى ومن أفتى بغير علم فقد أكبه الله على من خريه في نار جهنم هذا إفتاء من غير علم هذه هي عملية الإجتياق إنها عملية إفتاء وفقا للظنون يضحكون عليكم يقولون لكم من أن الظنون هذه تعد علما لا يمكن أن يكون الظن علما دقق النظر في الآيتين الآية الخامسة والثلاثون بعد البسملة من سورة يونس والتي بعدها قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق هل هناك في المراجع أحد يهدي إلى الحق كيف يهدي إلى الحق وهو لا يعرفه هو في حالة ظن قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق هؤلاء الشركاء الذين جعلتموهم شركاء لإمام زمانكم جعلتم المراجع شركاء للحجة بن الحسن قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق الله كيف يهدي للحق عن طريق إمام زماننا قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتباع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون أقرأ عليكم هذه الرواية من الكافي الشريف الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذا هو الجزء الرابع عشر من كتاب الكافي إنها طبعة مركز بحوث دار الحديث قموا المقدس إيران في الصفحة 215 رقم الحديث 14 ألف أربعة بسنده بسند الكوليني عن أبي بصير عن إمام الصادق صلوات الله عليه لقد قضى أمير المؤمنين صلوات وسلام وتحيات على أمير المؤمنين لقد قضى أمير المؤمنين بقضية ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك أنه لما قبض رسول الله وأفضل أمر إلى أبي باكر حينما اغتصب الخلافة في سقيفة بني ساعدة وساعدته هذه الأمة الملعونة على ذلك وأفضل الأمر إلى أبي باكر أتي برجل قد شرب الخمر فقال له أبو بكر أشربت الخمر فقال الرجل نعم فقال ولم شربتها وهي محرمة فقال إنني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام فأجتنبها قال فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل فقال معضلة وأبو الحسن لها فقال أبو بكر يا غلام ادعوا لنا علي فقال عمر بل يؤتى الحكم في منزله فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبروه بقصة الرجل فاقتص عليه قصته الرجل قص قصته على أمير المؤمنين فقال علي لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن كان تلى عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلى عليه آية التحريم فلا شيء عليه ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله فقال سلمان لعلي لقد أرشدتهم فقال علي إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم إنها الآية الخامسة والثلاثون بعد البسملة من سورة يونس أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون هذه الآية مثل من طبقت على أبي بكر وعمار إنها تنطبق على المراجع الطوسيين يصدرون الفتاوى وهم لا يعلمون هل أصابوا أم أخطأوا الآية التي بعدها وما يتبع أكثرهم إلا ظن القرآن يجري مجرى الليل والنهار يجري مجرى الشمس والقمار خلافة أبي بكر وعمر خلافة بترية خلافة بترية مرجعية النجف مرجعية بترية مضامين الآيتين مثلما تنطبق على خلافة أبي بكر وعمر تنطبق تمام الانطباق على مرجعية النجف وكربلا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى هكذا يقولون لإمام زماننا لا حاجة لنا فيك هل هذا الذي يتبع أم هؤلاء ما هذا يجري الآن كيف يجري الآن يتركون حديث العترة يتركون دين العترة ويتمسكون بمنهج الشافعي ومنهج المعتزلة في استنباط الأحكام الشرعية الأمر هو وهو أفمن يهدي إلى الحق دين العترة هو الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن هذا هو الاجتهاد إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون أبرز علامة بترية واضحة في حوزة النجف في المذهب الطوسي القذر عملية الاجتهاد إنها أدل دليل على بترية القوم اجمعوا بين المعطيات التي ذكرتها لكم المعطيات المتقدمة اجمعوها وطبقوها على الواقع النجفي والواقع الكربلائي ستجدون أن المضامين التي حدثتكم عنها تتحرك ليل نهار في واقع النجف وكربلاء في حوزة النجف وكربلاء للحديث صلة وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله اشتركوا في القناة